بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس برحب بكم مستر حامل البيومي في حلقة مهمة جدا حلقة عليها 35 درجة من درجة المادة الكلية وهي حل المهام الأدائية في رياضيات الصف الخامس نزل يا ولاد ست مهمات رسمية انت هتمتحن في مهمة واحدة بإذن الله عليها 35 درجة من المادة الكلية على نشوف المهمة الأولى وكل مهمة في شريحة جايب لي زي برواز بيك همس عمليات أو ست عمليات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبيقول لي ده مكان الدخول يعني ده إجراء العملية الأولى ثم دي ثم دي ثم دي ثم دي وبعدين الخروج طيب هنحل لي فين أنا عاملك شريحة أهي نحل فيها زي نسودة العملية الأولى ثم التانية ثم التالتة وبعد كده ناخد الإجابات ونوديها مكانها سبعة في ستسين نعمل إيه نعمل إيه أولاد يجي ولد يقول نخلي المقام هنا واحد أوكي كده ما فيش اختصار والسبعة مع الستة ما فيش اختصار تمام لكن يجي ولد يقول طب ما اللي اتنين والستة في اختصار يا مستر علي اتنين فهل واحد علي اتنين فهل تلاتة أوكي اضرب بقى واحد في سبعة بسبعة وتلاتة في واحد بتلاتة تمام السبعة أكبر من التلاتة ده اسمه إيه كسر غير حقيقي كإنها ستة عالتلاتة في هالتنين ويتبقى واحد على التلاتة كده أنا حولتها على طول نجي للمسألة التانية مسألة جمع نعمل إيه نجني سيل مقامات المقام هنا تلاتة وهنا ستة نجهز المسألة اتنين وجنبها شرطة زائد واحد وجنبها شرطة يسوي شرطة الحل اهي نسأل الستة تقبل على التلاتة قالت اه يبقى المقام الجديد ستة 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 التلاتة بقت ستة اتضربت في اتنين يبقى اتنين في اتنين باربعة الستة هي الستة يبقى نسيب الواحد اجمع الاعداد الصحيحة اولا اتنين وواحد تلاتة واربعة وواحد فوق خمسة تبقى تلاتة وخمس أزداس العملية التلتة على القصور المتكفئة التلاتة بقت كام بقت تسعة يبقى الضربت في تلاتة نضرب فوق في تلاتة تبقى الإيجابة تلاتة العملية اللي بعدها مسألة طرح أعداد كسرية والمقامات غير متجنسة نجهز المسألة اربعة وجنبها شرطة ناقص اتنين وجنبها شرطة وده شرطة الحل التمانية تقبل على الاربعة آه يبقى المقام الكبير يبقى يكتب في كله تمانية 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 ده شبه دي يبقى نسيب الاربعة البصر الاربعة بقى التمانية اتضربت في اتنين يبقى اتنين في واحد بتنين نطرح الاعداد الصحيحة أولا يا ولاد يبقى هنا اتنين اطرح فوق برضو اتنين طب نعمل ايه ده دي وديه اعداد زوجية لازم نختصرها نسيب لي اتنين زي ما هي علي اتنين فهل واحد علي اتنين فهل الاربعة تبقى الاجابة اتنين وربعة العملية الاخيرة تمانية على تلت نعمل ايه نسيب التمانية زي ما هي العالة نقلبها فيه ونقلب التلت مقلوب التلت تلاتة تمانية في تلاتة باربعة وعشرين كده انا عملت كل العمليات اللي كانت في الشريحة السابقة نعمل ايه بقى دلوقتي نحط الاجابات هذه المسألة الاولى ايجابتها طلعت كم وراء تلاتة وخمس ازداس هذه التلاتة والي الخمس ازداس سبعة في ستسين ايجابتها طلعت اتنين وتلت احط الاجابة التلاتة بقى التسعة اتضربت في تلاتة يبقى هنا تلاتة تمانية على تلت ايجابتها اربعة وعشرين اربعة واربعة اتمان ناقص اتنين وربع ايجابتها طلعت اتنين وربع ونحطها في مكانها تلاتة وتلت ازداس في اربعة اتساع طلعت ايجابتها كام عملناها ولا ما عملناهاش عملناها لا ايه على نعملها ده عدد كسري نعمل ايه نرفع الكسر هنا في وهنا زائد تلاتة في ستة بطمنتاشر وكمان تلاتة واحد وعشرين والمقام زي ما هو ودي الاربع اتساعه ونشوف في اختصارات ولا لا الستة والاربع اعداد زوجية يا ولادو عالي اتنين فهل اتنين عالي اتنين فهل تلاتة الواحد وعشرين والتسعة يقبلوا عالتلاتة عالتلاتة فيها السبعة عالتلاتة فيها التلاتة اضرب فوق يبقى اربعتاشر اضرب تحت يبقى تسعة ده كسر غير حقيقي الاربعتشر فيها تسعية واحدة وقللنا خمسة والمقام زي ما هو يبقى الاجابة المتوقية للمسألة دي وهي واحد وخمسة ساعة دي المهمة كل جزء الف ما زلنا مع المهمة الأولى جزء با ده مجسم طب بيقول لي ابعاده نجيب ابعاده ازاي نعد بالطول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى عنده خمسة وحدة طول للطول طب هنا واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى عنده اربعة وحدة طول في العرض طب العلو ادي وان ادي تو يبقى اتنين كده جبت الطول والعرض والارتفاع طب ازاي نجيب الحجم يا ولاد نضرب الطول في العرض في الارتفاع خمسة فاربعة بعشرين كمان في اتنين يبقى باربعين وكل واحدة اسمها وحدة يبقى الحجم وحدة مقعبة كده خلصت المهمة الأولى ربك كون سهلة وبسيطة ومفهومة نجي يا ولاد للمهمة الثانية خمسة وثلاثين درجة أخرى يلا نشوف المهمة الثانية بيقول ايه بيقول لنا جايب لك ثلاث كروت الا والبي والسي لو طلع لك اتنين وعشر حطها جنب الا لو طلع لك اتنين وثلاثة على الستاشر خليها جنب البي لو طلع لك واحدة على خمسة وعشرين خليها جنب السي طب فين المسائل يا عم قال لي المسائل هي ومرقمهم لك ست مسائل نحل الاولى يلا نحل الاولى لازم اقوم باجراء العمليات تلاتة ونص نقص واحد وخمسين نجهز المسألة تلاتة وجنبها شرطة نقص واحد وجنبها شرطة يساوي شرطة الحل هنسأل الخمسة تقبل على الاتنين قالت لا حد فيكم من الاعداد الاولية ده اولي وده اولي يبقى نضربهم يا ولاد في بعض يبقى المقام الجديد عشرة 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 طيب الاتنين بقت عشرة يبقى الضربت في خمسة نضرب فوق في خمسة الخمسة بقت عشرة يبقى الضربت في اتنين يضرب فوق في اتنين يبقى اربعة نطرح الاعداد الصحيحة اولا تلاتة ناقص واحد اتنين اطرح فوق يبقى واحد طلعت اتنين وعشر يلا ناخد المسألة التانية خمس في خمس خمس في خمس كده مفيش اختصار وكده مفيش اختصار نضرب بسط في بسط يبقى واحد مقام في مقام يبقى خمسة وعشرين نيجي للمسألة التالتة دي مسألة جمعية نجهز المسألة اتنين وجنبها شرطة زائد شرطة يساوي شرطة هو انت يا ستاشر تقبل على التمانية قالت آه نجحت من الحالة الاولى يبقى المقام الجليد ستاشر التمانية يا ولاد بقت ستاشر اتضربت في اتنين يبقى واحد في اتنين باتنين طب دي شبه دي ينزل الواحد زي ما هو طب نجمع يلا نجمع فوق ثلاثة والعدد الصحيح اتنين كده انا جبت اجابة ثلاث عمليات تعال نشوف العملية الرابعة عملية طرح نجهز المسألة خمسة وشرطة ناقص ثلاثة وشرطة ولشرطة الاجابة الستاشر تقبل على التمانية يبقى ستاشر 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 ماشي التمانية بقت ستاشر اتضربت في اتنين اتنين في اتنين باربعة هنا ستاشر وهنا ستاشر نسيب الواحد اطرح الصحيح اولا يبقى هنا اتنين اطرح فوق يبقى هنا تلاتة تعال للجمعية اللي بعدها يلا هنا واحد وهنا واحد الله يبقى اتنين والعشر ينزل زي ما هو يبقى المسطر بيجيب الاجابات اولا نجي للمسألة التالتة خمسة على خمسة نسيب الخمسة زي ما هو العلن اللي بها فيه الخمسة دي معناها خمسة على واحد يبقى مقلوبها خمس يا ولاد خمس في خمس بواحد على خمسة وعشرين تمام طب الراجل ايه اللي ايه وراء الراجل ايه اللي لو طلع لك نرجع كده اتنين وعشر حطها عندي طب مين اللي طلعت اتنين وعشر يا ولاد دي اتنين وعشر طب مين كمان دي اتنين وعشر يبقى الاولى والخمسة يبقى دول اللي يروحوا عندي الايه يبقى نيجي عندي وايه ونقول له الاولى ونقول له الخمسة هي اللي ايجابتها اتنين وعشر طيب البي اتنين وثلاثة عالستة عشر فين هما دي واحدة هي ودي واحدة هي يبقى مين ومين التالتة ومين والربعة يبقى التالتة والربعة هي اجابة البي قادي التالتة والربعة طب مين اجابة السي اجابة السي واحد عال خمسة وعشرين اللي هي نمرة ستة واللي هي نمرة كام اتنين يبقى هنا نمرة اتنين وهنا نمرة ستة عند السي يارب الفكرة كون مفهومة السؤال التاني با وتابع للمهمة التانية يلا يا ولاد ده مجسم بيقول لي كم وحدة طول وكم وحدة عرض يلا نجيب أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى بالنسبة للطول خمسة وحدة طب بالنسبة للعرض يبقى ثلاثة طب بالنسبة للعليو يبقى اربعة طول وعرض وارتفاع طب ازاي نجيب الحجم نضرب الطول في العرض في الارتفاع 3 ف4 ب12 12 في 5 ب60 والتمييز وحدة مكعبة كده خلصت المهمة التانية يا ولادي رب يكون بسيطة ونجي للمهمة التالية والمهمة التالية جميلة جايب لي مجموعة من الكروت وبيقول لي انا عايزك تستعمل في الاماكن الخالية والفضية كل كارت مرة واحدة اوكي شايف المسألة دي اه دي مسألة جمع طب هنا اربعة والاجادة طلعت اربعة يبقى هنا اربعة مقامات متجنسة طيب العدد الصحيح هنا ثلاثة يبقى واحد وكام يدينا ثلاثة واحد واثنين طيب كام واثنين يدينا ثلاثة اقول له واحد واثنين يدينا ثلاثة يبقى انا كده استعملت ثلث ارقام زيها بس طرح هنا 1212 يبقى هنا كمان 12 فضل اجيب البسط لانه هو طرح 3 ناقص 1 اتنين طيب كام اناقص منه 6 يدينا 3 يبقى نجمع دول يبقى 9 عشان 9 ناقص 6 تلاتة ادي عدد جدد استعملتهم طيب دي مسألة ضرب 2 في 3 ب6 3 في كم ب15 في 5 ودي عدد اخرين ربعة على كم يسوي 1 على ال 12 اقول له لا يا عم تخيلنا فيه ربعي في كم ب1 على ال 12 تلاقي الكاتب فوق 1 وتحت 3 ربعي في 3 ب1 على ال 12 بس دي علي يا مصطر يبقى مقلوبة 3 تلاتة يا ولاد يبقى انا استعملت كل الكروت اللي في المهمة عالا ناخد استكمال المهمة وسؤال على المستوى الاحداثي يلا يا ولاد عندي اربع ازواج مرتبة وعيدة مفلهم على المستوى الاحداثي الايه واحد وتلاتة الواحد اكس والتلاتة واي نروح للواحد اكس واطلع من عندها للتلاتة واي يبقى دي الايه طب البي واحد اكس وستة واي ادي واحد اكس اطلع لي ستة واي تبقى نقطة بي نجل نقطة سي ستة وستة ستة اكس واطلع من عندها للستة واي تبقى نقطة سي طب الدي ستة وتلاتة نروح للستة افقي ونطرع للتلاتة رأسي وتبقى نقطة دي نعمل ايه دلوقتي خلصت تمثيل قال لي وصل النقاط حضرتك بقى هتجيب المسطرة والقلم الرصاص وتوصل الاربع نقط هيطلع رسمة ايه هيطلع رسمة مستطيل طيب ما اسم الشكل اسم الشكل مستطيل طب عد طوله تلاقي كم وحدة ألاقي خمسة وحدة طب عد العرض وان تو سري ألاقي ثلاثة وحدة طب ليه مستر بتفكر في الطول والعرض لانه طلب المساحة ومساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض يبقى نضرب كم في كم خمسة فيه تلاتة بخمستاشر والتمييز بتاع المساحة وحدة مربعة لو حجم وحدة مكعبة لو مساحة وحدة مربعة وانوصل بالألم الرصاص والمسترى خلصت المهمة التانية ونيجي للمهمة التآسف ونيجي للمهمة الرابعة وأول سؤال بيقول لي اعمل اجراء للعمود با طلع النواتج في با وبعد كده شوف من يسويها في ألف وجيم يبقى الشجل من عندي با تلاتة في تلتين سهلة جدا امشي يا تلاتة مع التلاتة تبقى الإجابة اتنين بس خلاص طب اجمع لي دي اقول له المقامات غير متجنسة نوحد المقامات تلاتة زائد شرطة وهنا اتنين وشرطة ولشرطة الإجابة هو انت يا تلاتة تقبل علي اتنين قالت لا فشلت الحالة الأولى حد ده أولي ده أولي وده أولي نضربهم في بعض يبقى المقام الجديد ستة اللي اتنين بقت ستة يبقى نضرب فوق في تلاتة التلاتة بقت ستة يبقى نضرب فوق في اتنين اجمع الصحيحين يبقى خمسة اجمع البسطين يبقى خمسة نجي للعملية التالتة ترحاية وغير متجنسة نجهز المسألة طب يجي ولد يقول لي يا مستر ده سهلة جدا إزاي يا حبيبي يقول لي أصلي دي بالنظر ومن الحياة سهلة قلت له إزاي قال لي أنا معايا اتنين جنيه ونص صرفت منهم جنيه وربع ما تتعبش نفسك كمستر حامل عارفها اتنين نقص جنيه يبقى جنيه ونص جنيه نقص ربع جنيه يبقى ربع جنيه يبقى الولد عملها إيه عقليا أقول له ماشي يا سيدي برافو عليك تعال نوصل الإجابات دي طلعت اتنين يبقى نوصلها بدي أهي دي طلعت خمسة وخمس أزداس يبقى بتاعي الدي دي طلعت واحد وربع يبقى بتاعي الدي لحد كده جميل جميل ده الإجابة فان في العمود جيم نجي للإجابة في العمود ألف ماشي بص كده أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مأفلين خمسة سلام صحاح طب والأجزاء خمسة من كام بص كده عدهم كده تلاقي الإجابة كام برافو عليك برافو عليك هتوصلها بمين هتوصلها بالعمود المناسب لها اللي هي خمسة وكام وخمس أزداس إزاي أقول له أصلي دي ثلاثة من ستة ودي اتنين من ستة لو تضموا يبقى خمس أزداس ودول خمسة صحاح يبقى نوصل دي بالخمسة والخمس أزداس أهي جميل طيب هنا دي محزوفة ودول محزوفين يبقى نعدي المتبقي واحد مأفول وهنا اتنين متبقيين من التمانية يعني المتبقي كام واحد مأفول واثنين من تمانية بس الإجابة دي مش موجودة أقول له لا عشان في اختصار الواحدة هو ودي نختصر على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاربعة يبقى دي بتاعت واحد وربع يا أولاد طب دي معناها إيه يا أولاد دي بقى معناها دي تلتين ودي تلتين ودي تلتين اتقرارك كم مرة تلت مرات يبقى التلتين اتضربك في تلت مرات دي تروح مع دي تبقى الإجابة تنين يبقى إجابة دي تبع مين يا أولاد تبع العلوية هي دي اللي إجابتها اتنين ونوصل كده الجزء الأول من المهمة الرابعة ونجي للجزء الثاني وحدة بالطول واحد اتنين تلاتة اربعة خمس راح المستر كاتب خمسة طب هنا عرضيا تلتة وحدات يبقى تلاتة طب الارتفاع عديلي بقى بالطول عديلي العلو هتلاقيه مربعة طب عايزة جيب الحجم يبقى نضرب الطول في العرض في الارتفاع خمسة في تلاتة بخمستاشر خمستاشر فاربعة بستين والتمييز وحدة مكعبة ده خلصت المهمة الرابعة نيجي للمهمة الخمسة دعت مين حائط القصور يا أولاد نقول لي جمع تلت وتسع ولكن عايزك مش تجمع جمع عادي ومال تجمع بحائط القصور طب تعال نشوفي التلتة فين التلتة بقى الحاجة الشريط اللي متأسم تلتة أجزاء أدي وان أدي توقى تسري يبقى التلت اللي هو الجزء اللي مستر حامد بيظلله ده أو ده تلت طب والتسع الشريط اللي فيه تسع أجزاء وليكن ده يا مستر مثلا تسع يبقى جزء من تسعة طب ازاي يجمع دي واجمع دي ده دي مقامها تلتة ودي مقامها تسعة يجي ولد شاطر يقول عندي طريقة جميلة يا مستر حامد انزل على حدود التلت ده التحت خالص للشرطة بتسعات أو انزل 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 بالجزء الأحمر تلاقي دي ودي ودي هم التلاتة أدي التلت طب التلاتة دول اسمهم ايه اسمهم تلاتة من تسعة وهنجمعها مع مين مع الواحد على تسعة تبقى الإجابة النهائية أربعة على تسعة يبقى أنا استخدمت حائط القصور في إيجاد الإجابة وما زلنا مع الحائط ولكن مسألة طرح دي نص يبقى ندور على الشريط اللي فيه جزئين يبقى النص فين اللي بيظلله مستر حامد جميل جميل طب نقص منه تلت التلت مقامه تلاتة يبقى الشريطة بوثلت أجزاء تلت وتلت وتلت يعني عايزين نقص الجزء ده يا مستر يقوم يجي ولد يقول سهل جدا الجزء الكبير ده لما نشتال منه الجزء الكبير ده يتبقى الحتة دي طب الحتة دي ترجمتها فين ترجمتها تحت في الحتة المتبقية أهي طب دول ستة أجزاء يبقى المتبقي ست ده بالنظر طب لو ولد قال لا يا مستر التلت دي أهي حدودها هنا وهنا انزل تحت خالص تلاقيهم ثلاث أجزاء يبقى اسمها ثلاثة على ستة ناقص النص هو يا مستر خد حدوده وانزل تلاقيهم جزئين يبقى ناقص جزئين من ستة أقول له نفس الإجابة يبقى المتبقي ست شفت اللي اتنين وصلونا النفس الإجابة تعالى للشبكة التابعية والمستوى الإحداثي واستكمال المهمة الخمسة وأربع نقاط عايزين نمثلهم الـ A1 و3 نروح للواحد ونطلع للتلاتة الـ 1X وال3Y طب الـ B1X و6Y طب دي مين دي الـ A قبل الزحمة ودي الـ B طب السي نروح للـ 4X ونقف عندها ونطلع للـ 6 أهي مستر حامد يبقى دي نقطة A يبقى دي نقطة السي طب الـ D نروح للـ 4X ونطلع للـ 3 ونطلع للـ 3 تبقى دي نعمل ايه نوصل الـ 4 نقاط أما توصلهم اتقلقها رسمة مربع عرفت منين أصلي دي 3 وحدة طول ودي 3 وحدة كده عرضيا طالما الطول قد العرض يبقى ما اسم الشكل أقول له مربع ونوصل يا ولاد بالألم الرصاص والمسترة طب هات مساحة المربع أقول له القانون مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه 3 في 3 بتسعة والتمييز بدم مساحة وحدة مربعة طب كده بالقانون أقدر أجيبها إزاي بعد المربعات عد المربعات اللي جوه أدي 3 ودي 3 ودي 3 يبقى 9 وحدة مربعة زي المستطيل يتبقى لنا المهمة الستة ويلا نشوف المهمة الستة جايب لي مني إيه أنت ذهبت للسوق واشتريت لحمة وتفاح وبطاطا وجزر وبيسألك على الأوزان اوجد مجموع كتلتاي اللحم والبطاطا يبقى نشاور على اللحم والبطاطا أدي اللحم والبطاطا أدي كتلة الأولى ودي كتلة التانية وبدأ المجموع يبقى نجمع اللي 2 ونص زائد 3 أتمانية أولاد المقامات غير متحدة نجاهز المسألة 2 وشرطة زائد شرطة يساوي شرطة التمانية تقبل على الاتنين يبقى المقامات كلها تمانية 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 اللي 2 بقى التمانية ضربت فاربعة اضرب فوق فاربعة أهيه دي شبه دي يبقى نسيب الثلاثة أهيه سيب لتنين واجمع فوق يبقى سبعة طب التمييز ايه مستر حامد التمييز هيبقى تنين وسبع أتمان والتمييز بالكيلو جرام السؤال التاني زيه ولكن بالفرقة الفرق بين مين ومين بين الجزر والبطاطا فين الجزر أهو فين البطاطا أهيه طب مين الكبير الجزر ثلاثة كيلو هو الأكبر يبقى ثلاثة نقص ثلاثة أتمان دي محتاج علاج التلاثة نخليها اتنين والواحد المسروء شبه المقام ثلاثة عالثمانية كده قدر أقول نقص الثلاثة أتمان اللي اتنين هيه وطرح فوق يبقى خمسة والتمانية زي ما هيه وعشان تكتيبه التمييز يبقى ثلاثة وخمس أتمان بالكيلو جرام السؤال الأخير كيلو التفاح بستة وتلاتين جنيه تعرف تجيب لي ثمان التفاح كله أقول له آه هتعمل ايه أقول له أنا عرفت ثمان كيلو وانت شاري اتنين وربع كيلو تبقى مسألة ضرب بدم عرفت المفرد وبتسأل على كمية يلا يا أولادنا عالج الأولى اتنين فاربعة بتمانية واحد تسعة على أربعة نضربها في ستة وتلاتين كإنا على واحد على أربعة فهالواحد على أربعة فهالتسعة يبقى الإجابة واحد وتمانين والتمييز بالجنيهات آخر سؤال معانا استكمال المهمة الستة أحمد مع ستة وتلاتين مكعب هذه المكعبه طوله وعرضه واتفاعه واحد سنطي إذن حجمه كله واحد في واحد في واحد بواحد سنطي مكعب عمل طبقة الطبقة دي لو عبتها تلاقيها تسع مكعبات أو تسع مجسمات سغنانة تعرف تقول لي كم طبقة يستخدمها أحمد عشان يوصل للعدد أقول له أيوة هو مع ستة وتلاتين نقسمه مع الطبقة أم تسعة يبقى هو محتاج أربعة تبقى الإيجابة أربعة طبقات محتاجها تسعة وتسعة 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 طب تعرف تجيب لي الحجم الكل أقول له آه ده حجم المكعب الواحد كان واحد وهم ستة وتلاتين مكعب يبقى واحد في ستة وتلاتين بستة وتلاتين وبدأ حجم يبقى سنتيمتري مكعب يجي ولد يقول طب ليه ما قلتش وحدة مكعبة لإن قالك هنا سنتي 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 كده خلصت المهمة الستة والله بتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح لايك وشير وصابسكرايب لقناة روائع البيومي وحل المهمات بإيدك دول خمسة وتلاتين درجة بالتوفيق أولاد وشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة